أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم أن لجنة تنظيم منافسة كأس الجمهورية قد قررت تأجيل موعد قرعة مباريات الدور النصف النهائي لكأس الجمهورية إلى تاريخ السابع أفريل المقبل عوض تاريخ السابق والذي كان مقررا السبت المقبل ويأتي هذا التأجيل بسبب تزام المباراة شباب تسنطينة أمام ترجي التونسي مع الموعد السابق للقرعة